اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وجودنا من 2011 لحد الوقت ده دليل ان احنا النهاردة الحمد لله حققنا نسبة نجاح كويسة جدا هو ده اللي يمدينا الاستمراريه لحد الوقت طبعا ملخص الموضوع ان احنا النهاردة بنحاول نقوم بانتشار واسع للامر اللي احنا النهاردة بنرغب فيه بان احنا بنعمل اعلان للسيدة او للراجل اللي بقى موجود معانا من خلال النهاردة الجريدة اللي احنا النهاردة بنقدمها طبعا فيه ناس كتيرة جدا بتسألني هل انت النهاردة بحكم تواجدك في القاهرة بتشتغل على الناس اللي بتبقى موجودة في القاهرة بس طبعا انا عايز الفتناصر الناس النهاردة ان احنا وقفين على سقف عالي شوية اللي هو قناة فضائية يعني ايه قناة فضائية يعني النهاردة اللي بيشوفني ناس كتيرة جدا في كل محافظات مصر وجه قبلي وجه بحري ايا كان المكان برا مصر جوه مصر كل الناس اللي عندها الرغبة في الجواز وعندها النهاردة البحث عن الامر ده هي بتلاقيها عندها الشوء ان هي تبتدي تبقى تلاقي الاختيار بتاعها بشكل احسن يعني كل واحد مننا بيتطلع على اختيارات معينة شخص مثلا بيدور على واحدة تبقى مثلا من محافظة تاني غير محافظته واحدة بتدور على واحد تاني من محافظة غير المحافظة اللي هي بتنتمي من ليها فبالتالي النهاردة انا لما ببقى موجود على قناة فضائية هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله ان انا النهاردة بحاول اجمع كل بيانات الناس دي في قلب الجريدة بتاعتنا ونبتدي من هنا نحط كل البيانات اللي احنا بنتكلم عليها دي بحيث ان احنا نوصل للناس صورتهم والناس اللي بتشترك معايا دي بتبقى ناس حقيقية ما بتبقاش ناس وهمية ولا حاجة لان كل واحد النهاردة بيجي اشترك معايا بيبقى دافع مقابل مادي بيبقى فيه صورة بطاقة صورة شخصية بياناته بتبقى موكدة والرقم التليفون اللي احنا النهاردة بنزله في قلب الجريدة ده بنسهل للناس ان هم يتوصلوا للحالة اللي هم بيشوفها من ناس بليهم فمن هنا بنبتدي نبقى متواجدين في كل محافظات مصر واحنا النهاردة زي ما قولت من شوية ان احنا النهاردة موجودين على قناة فضائية فبالتالي كل الناس اللي النهاردة نفسها وعندها الرغبة في الجواز بتقدر توصل لشريكة حياتها من خلال جريد الترتباط جريد الترتباط الحمد لله لينا صفحة الفيس هاي اللي هيخش على الصفحة بتاعتنا هيلاقي كل الكلام اللي انا بتكلم عليه ده وهو ده اللي انا بقصله بقصله النهاردة من خلال ان احنا النهاردة متواجدين على قناة فضائية من 2011 وبنبتدي نعمل برامج من وقت للتاني عشان خاطر الناس تجذب اكبر كم من الاختيارات لكل واحد وكل واحد طبعا الجريدة زي ما قلت من شوية ان احنا النهاردة الهدف ان احنا نتحلل شوية من القصص القديمة اللي معروفة واللي الناس النهاردة ابتدت تعرفها على مدارس زمن عن طريق الخطبة او مكاتب الجواز او حاجة من هذا الخبيل وبيبقى في بعض المشاكل اللي النهاردة بتقابني واللي بسمعها من خلال الناس اللي اتعاملت في الطريقة دي يعني بعض الناس تيجي تقول لي انت عندك طلب كذا انت عندك طلب كذا انا عايزة كذا انا عايزة كذا فالخصة دي بتبقى فيها مشكلة لان برضو كل واحد مننا بيبقى له كم معين من الاختيارات اللي هي متواجدة عنده فكل واحد النهاردة بيروح يشترك في مكتب من مكاتب او بيلجأ لحد من الناس اللي النهاردة قديمت خدمة الجواز فهم ببقاش عنده فائد من الاختيارات بيبقى هو قريدي عنده اختيارات معينة ما ببقاش عنده غيرها إنما إحنا النهاردة من خلال الواقع اللي إحنا النهاردة بنقدمه إن إحنا النهاردة بنطرح الجريدة معانا بحيث إن إحنا النهاردة يبقى فيه تجديد لها تجديد لها بمعنى إيه؟ إحنا النهاردة بننزل بيانات باستمرار متجددة من خلال الطبع اللي إحنا النهاردة بنقدمها شهريا وبتبقى فيها بيانات جديدة باستمرار فكل النهاردة اللي إحنا بنعمله إن كل واحد النهاردة عنده بحث عن حاجة معينة أو حالة معينة ما توفقش في الطبعة الأولانية ما لقاش الظرف اللي هو بيدور عليه أو الظروف اللي هو بيدور عليها بيبتدي يشتريها في الطبعة التانية بعدها بشهر احنا بننزل الجريدة بتاعتنا شهريا فبالتالي ممكن يلاقي النهاردة فيه كم كبير وتواجدنا على الخنار الفضائية بيديني فرصة ان انا النهاردة اجمع بيانات كتيرة جدا من الناس اللي بتبقى موجودة معي طبعا على سبيل المثال فيه ناس النهاردة زي ما قلت في بداية الكلام بتقول لي انا في اسكندرية ممكن يلاقي حاجة في اسكندرية طبعا عندي ناس كتيرة جدا في اسكندرية بتبقى موجودة معي فيه واحد تاني مثلا نهاردة بيتسع عليا بيقول لي انا من الصعيد بالاخص من انا من سهاج من اي محافظة من محافظات مصر بتاعتنا اللي احنا تعودنا وتربينا ان هي دي اساس الحاجة للأمر ده لان الاماكن دي بتبقى مقفولة عليها وهو بيتطلع ان هو يوصل لكم كبير من الاختيارات وطبعا الناس النهاردة بحكم العيشة اللي احنا عايش هنا بقى مقفلين على بعضهم شوية محدش بيعلن على الامر ده فطبعا انا النهاردة بابتدي اوفر له كل البيانات المتجددة باستمرار من خلال البرنامج ومن خلال البرنامج بيبتدي يجيلي كام كبير جدا من الناس اللي بتبتدي تتصل علي ومن هنا هو ده اللي انا عايز اوصله للمشاهد ان احنا النهاردة عايزين نطلع بره الدايرة بتاعتنا العادية خالص اللي النهاردة الناس كلها عرفتنا واتعرفت عليها من خلال مكاتب الجواز او القصة اللي كيف بتقوم بها الخطبة ان احنا النهاردة بنقول يا جماعة احنا بنعمل اعلان عشان كده احنا لنا اسم جريدة ارتباط يعني ايه كلمة جريدة يعني اعلان للشخص الشخص اللي صادق اللي النهاردة عايز يبتدي يتوصل ان هو يوصل لأكبر كم من الاختيارات بوجود في قلب الجريدة بتاعتنا النهاردة بيدي له فرصة ان فيه ناس كتيرة جدا بتبتدي تتواصل لي طبعا فيه حتة مهمة جدا النهاردة عايز زلفة نظر الناس لها انها النهاردة كل شخصية من الشخصيات اللي بتبقى موجودة عندي دي ما بذكرش لا اسم ولا بحط صورة ولا بحط عنوان ولا اي حاجة بحط رقم تليفون والرقم ده جماعة بيبقى كل حالة النهاردة عندي مشتركة في قلب الجريدة بتبقى شرية الرقم ده جديد مخصوص للامر ده بس ده مش الرقم الشخصي بحيث ان هي النهاردة اول ما بتبتدي تلاقي الحد اللي هي بتدور عليه فبتبتدي تتواصل معي بتتواصل معي ازاي وبتعرف هل يا ترى الراجل ده عنده المصدقية او ما عندهش المصدقية دي بتعرفها ازاي بتعرفها النهاردة لان احنا النهاردة بقى فيه توفر كبير قوي في الاتصال بيننا وبين بعض كل واحد النهاردة يقدر يبعت صورته صورة بطاقته لاي حد في اي مكان طالما عنده وقت سابعة التلفون بتاعه فدي قدت فرصة ان انا النهاردة كشخص النهاردة بتكلم مع شخص قدامي في التلفون ما عرفش حقيقة بيانة فبعرفها ازاي بعرفها عن طريق الواتساب النهاردة انا قلت سني انا قلت وضع الاجتماعي اذا كنت اعزب او مطلق او ارمل بالتالي بأكد الكلام ده من خلال الصورة اللي ببعتها عن طريق الواتساب هو ده المضمون اللي احنا النهاردة بنبتدي نقصله للناس طبعا دي فكرة بسيطة ان احنا عايزين نوصلها للناس ان كل واحد النهاردة يقدر يستفيد من الجريدة ويقدر ان هو في اي محافظة محافظة بمصر يلاقي كم اختيارات متجدد باستمرار من الشخصيات اللي بتبقى موجودة معنا وموجودة في مجتمعنا فاحنا كل اللي احنا بنقدر نعمله النهاردة ان احنا بنظهر المجتمع اللي بيدور على فكرة الجواز وعنده فيه مشكلة شوية في الاختيار ان احنا بنوفر ليه فرص في كل مكان وطبعا البناء ده اللي بيبقى جد بيبقى له مدخل واحد بس ان هو النهاردة يبقى صادق يعني ايه يبقى صادق يعني النهاردة لما فيه حد النهاردة بيشتري من عند الجريدة من اي محافظة محافظة بمصر ولقى بيانات معينة فحب ان هو النهاردة يتواصل معاه لو النهاردة افترضنا ان الشخص ده ما كانش صادق في بياناته فبالتالي من الواضح جدا ان هي كل بنت النهاردة بتعرف تتصرف او كل سيدة النهاردة بتاعف تصرب بتصرب بسيط جدا ان هي بتعمل حظر للرقم اللي النهاردة ما كانش عنده المصدقية فانا النهاردة معنا اتصال تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرفيني بنفسك بدون ذكر اسماء الحالة الاجتماعية نقدر نقول الحالة الاجتماعية بتاعتك انيسة ارمالة مطلقة ارمالة طيب تمام كم سنة 44 سنة منين محافظة ايه المحافظة ادى اهلية المستوى التعليمي بتحرك ايه معاك شهادة ايه دبلوم تجارة في شغل او حاجة بتشتغليه لا طيب عدد افراد الاسرة معاك يقد ايه من الولاد انا معاك اربع ولاد تمام عمرهم ايه مثلا وتصنفهم ايه زجور ولا اناس اثنين بنات واثنين ولاد تمام لما نقول بقى الاعمار بتاعتهم من كم سنة لكم سنة يعني الكبير عنده كم سنة الكبير سمانتاشر والصغير تمام الكبير ولد والصغير اللي تحتيه في الترتيب بنت ولا ولد لأ بنت ولد بنت ولد تمام ربنا يخليهم لك طيب المواصفات اللي انت بتدوري عليها هي ايه في الشخصية اللي انت عايزاها راجل بس يكون يعني ابن حلال وطيب وراجل مخترم عارف ربنا يكون يعني ميسون الحال برضو تمام بس طيب في حتة مهمة جامعة يعني تمالي باستمرار الناس بتسألني عليها وضع الزوجة التانية بالنسبة لك ايه هل بتقبالي وضع الزوجة التانية لان دي بلقيها كتير جدا في الناس اللي بتيجي النهاردة تلجأ لنا واللي النهاردة بتدور على موضوع الجواز هل انت يوارب بالنسبة لك وضع الزوجة التانية مفيش مانا مفيش مانا طيب انا برضو هسأل على حاجة مهمة جدا الناس كتيرة بتسألني عليها انت قلتين ان انت مدهه لي har يا ت tag our da لو في شخص ما فاي محافظة من محافظات مصر اي ازا في الصعيد ازا كان في القاهرة ازا كان في اسكنديريا اي 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 ايضا هل هتقدر تنتقلي بالأولاد فا اي محافظة من محافظات مصر ولا انت انه neredا لما بيدواري بيدواري على حد فنفس المحافظة اللي انت منها لا يكون من نفسي من حوالين المحافظة اللي أنا منها او من اي بلد بس يكون موافق ان يكون انا في المكان بديس اه تمام في حاجة تانية برضو عايزة يعني ألفت نظرك ليه هل يا ترى لو جيه حد من برى مصر النهاردة مصر بيشتغل في ايه دولة من الدول العربية وقال لك ان احنا النهاردة هنعيش برى هل وارب بالنسبة لك ان انت تسافر برى مصر ممكن أسافر بس أرجع برضو ثاني يعني ما يبقى شقومة كاملة اه طيب ايه تاني من المواصفات السنية يعني انا النهاردة عرفت ان حضرتك ارمالة وعندك النهاردة اربعة واربعين سنة صح كده تمام الشخص اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه ممكن يكون سنه لحد كام يعني ستين سنة خمسة وستين سنة ولا ليك سن معين حطا نفسك لا لحد ستين كويس لا لحد ستين كويس وزي ما اتفقنا في بداية الكلام برضو عشان افكر مشاهد واسترجع معاك الكلام وضع الزوجة التانية بالنسبة لك مفيش مشكلة المهم ان هو يبقى ميسور الحال ويبتدي يتولى الانفاق على الاولاد ويبقى معاك في الحياة اللي احنا فيها النهاردة تمام تمام كم عايز اسأل برضو على حاجة هل النهاردة ليك معاش سابت بتعيش منه ايوه طبعا اكيد يعني في دخل حكومي عشان خطر برضو انا هسألت سؤال تاني في بعض الناس النهاردة بتدي تلجأ لي فبتبقى عندها مشكلة معينة ان هي خايفة ان المعاشي بتاعها هي ديها فبتطلب النهاردة ان هي بقى الجواز موسق بشكل بس ما يبقاش النهاردة يسأت عنها حق المعاش هل ده وارد هو ده الفكرة اللي انت بتفكر فيه ولا ممكن يبقى جواز شارعي عند مأزون والكلام ده يعني لان انا ساعات بتقابلني الحتة دي هل لما هتيبقى فيه جواز هيبقى فيه جواز موسق عن طريق المحكمة والكلام يبقى بتعمله صحة توقيع ده نوع من انواع الجواز اللي النهاردة بتلجأ ليه بعض الناس اللي هي الارامل او المطلقات اللي لها معاش ومش عايزة تفقد المعاش بتاعها هو ده فكرك اللي انت نهاردة بتفكري فيه لو حد جيه هذيبقى الجواز عن طريق التوصيق ليه عن طريق اثبات صحة التوقيع في الشهر العقاري زي ما هم متدوف في بعض الحالات ولا هيبقى جواز عند مأزون وهيبقى مسجل في السجل المدني والله هو لو يعني حد كويس وميزور الحال مش هي يعني المعاش مش هيأثر في شيء وهيراي ظروفنا وظروف الولايات يبقى يبقى افضل لما يكون عند مأزون تمام تمام برضو في حاجات برضو ساعات الناس بتسألني عليها الناس بتبقى فاكرة ان النهاردة لما باجي اتكلم على ان انا هتجاوز ارمالة معناها ان انا النهاردة مش هتكفل بأي حاجة اكتر من مصارفها هل هو ده الواقع اللي انت النهاردة عليه يعني هل يا النهاردة لو حصل نصيب النهاردة وفيه اي شخص من شخصيات النهاردة عايز يتقدم وانت النهاردة وضعك النهاردة ان انت كارمالة عندك 44 سنة فيه طلبات بتطلبيها كذهب كمهر كحاجة من حاجات اللي من هذا القبيل ولا ايه الوضع بالزبط عشان دي مهمة جدا فيه بعض الناس بتتخيل ان النهاردة الجواز هيبقى مش مكلف بأي شكل من الاشكال فانا عايز اوصل ده للمشاهد يعني الصورة دي تهمني ان هو توصله هل يا تارى الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ده هيبقى موجود عندك هيبقى النهاردة تطلبي طلبات زي دهب عدد معين من الجرمات بتطلبي ان انت تأمني نفسك والله المعقول يعني بما يرضي الله يعني مش هنمي يكونسي يعني موضوع في بزخ ولا يكون مفيش خالص يعني المعقول طيب المعقول ده نقدر نقدره بقد ايه مسلا على سبيل مثال في ظل الظروف اللي احنا فيها يعني انا عايز برضه على قد ما قدرت وانا ما قدرتش اقول حاجة معينة مفيش ارقام معينة يعني للوضع ده لا مفيش حاجة معينة طيب فيه اي حاجة تاني عايزة تضفيها عن الكلام اللي احنا تكلمنا فيه مع بعض لا مفيش اي حاجة اهم حاجة بس للاخلاق والاداب والاحترام والتدين بس طيب برضو فيه حاجة تاني كنت عايزة اسأل حبرك عليها دلوقتي وضع الاولاد هيبقى فيه الاقامة الزوج اللي النهاردة بنتكلم عليه هتبقى الاقامة في نفس المكان اللي فيه الاولاد ولا هيبقى ليكو بيت تاني خاص بيكو بحيث ان هو ده بيت الزوجية بعيد عن الولاد ويبقى هو ده المكان اللي بيجمع الزوج والزوجة ولا ايه الوضع هيبقى اللي هو اولا بي معايا يعني لو مثلا هو مثلا محتاج مكان تاني هيبقى برضو قريب من الولاد برضو يعني هيبقى في نفس المنطقة أو في نفس المكان يبقى قريب برضو من الولاد تمام تمام طيب انا بشكرك جدا على اتصالك وان ان انت النهاردة شرفتين بالاتصال دي حاجة بساطتني جدا وابمنى باذن الله ان انت تلاقي معانا كل الفرص اللي انت بتتمنيها شكرا ليك وشكرا اتصالك شكرا طبعا يا جماعة دي حالة من ضمن الحالات اللي النهاردة عايزين برضو نوصل للمشاهدين ان كل الناس النهاردة اللي احنا النهاردة بنخش معاه في مداخلة وبنتكلم معها بتبقى حالات موجودة عندنا بالفعل يعني دي حالة من ضمن الحالات المشتركة عندي ليه النهاردة نستدفتها في مداخلة تلفونية عشان اوصل الصوت بالحالة اللي موجودة عندي للمشاهد النهاردة انا بقول عندي ايه عندي النهاردة 44 سنة ارمالة من الغربية وعندها عدد اولاد معينين زي ما شفتوا كده في الحوار اللي دار بيننا وبين بعد وقلنا مستوى التعليمي بتاعها للمشاهد وهي اتكلمت عن نفسها وقالت رغبتها في الشخص اللي هي بتدور عليه قالت ان اهم حاجة بالنسبة لها ان تلاقي حد يكون ميسور الحال يقدر يتكفل بيها ويساعدها في العيشة مع اولادها وزي ما اتكلمنا من شوية مع بعض هو ده الفكر اللي احنا النهاردة بنقدمه احنا النهاردة موجودين على القناة الفضائية بتشترك معايا اخت من الغربية النهاردة بتقول حالتها موجودة على الهوى هو ده اللي انا عايز اوصله ان انا مش معنى ان انا النهاردة موجود في القاهرة بشتغل على محيط اللي انا موجود فيه بس لا احنا النهاردة بحكم ان احنا موجودين على قناة فضائية والحمد لله احنا بقالنا فترة طويلة جدا فلينا باع كتير في كل محافظات مصر وناس مشتركة في كل مكان من هنا هو ده اللي انا كنت حابب ان انا وصى المشاهد ان انا النهاردة بقول للشخصية اللي موجودة عندي ايه هو اللي انت عيزاها على الهوى عشان يبتدي الاشخاص اللي النهاردة عندهم نفس الرغبة في الامر تبتدي تدور ان هي تلجأ ليهم عشان تبتدي تتواصل معهم تتواصل معهم ازاي من خلال ان كل حالة من الحالات اللي بتبقى موجودة معايا دي واللي احنا النهاردة بنتكلم معاها على الهوى دي موجودة برقم تليفون بتبقى هي حطاها في قلب الجريدة بتاعتنا من هنا كل واحد في اي محافظة من محافظات مصر بيقدر اشتري الجريدة دي وهي للعلم يعني هي سعرها مش غالي هي سعرها حوالي 30 جنيه بيقدر ياخدها الشخص من اي مكان في اي محافظة مصر وبيبتدي اتواصل للحالة اللي احنا النهاردة استعرضناها على الهوى فبالتالي انا بجيب لها كم كبير جدا من الفرص وكم كبير جدا من الشخصيات اللي عندها الرغبة في ان هي تتواصل معها الشخص النهاردة اللي هتواصل معها زي ما اتفقنا من شوية ان بيبقى رقم التلفون عليه واتساب فبيبتدي يقول بياناته من الاول وبيبتدي يسبب بياناته من خلال ان هو بيبعت صورة البطاقة وبيبعت لها صورة شخصية عشان يقول لها دي حقيق بياناتي من هنا فيه اتصال تاني تفضل الو الو السلام عليكم عليكم السلام اتعرف بحضرك انيسة ولا مطلقة ولا ارمالة ولا ايه الحال الاجتماعي بالزبط انيسة انيسة كم سنة 40 40 سنة منين حفظة ايه الجيزة حفظة الجيزة طيب نسأل على المستوى التعليمي معاك شهادة عليا ولا متوسطة ولا ايه بالزبط اه شهادة عليا تمام زي الفل الحاجة التانية اللي تميني بقى النهاردة المواصفات الطول والوزن مثلا في حدود قدي ايه طولي ووزني اه تقريبا اه يعني طول حوالي 164 164 تمام اه الوزن حوالي 70 70 كيلو تمام زي الفل احنا قلنا ان انت معاك شهادة عليا صح اه اه يعني تحب تذكر الشهادة بتاعتك ولا نسيبها بدون ما نقول عنها ايه هي النوع المؤهل العالي اللي معاكي لا قاعدة الفلس الحقوق طيب تمام بتشتغلي لا ما بتشتغليش طيب اه النهاردة قلنا ان انت مجيزة وقلنا ان ان انت 40 سنة وقلنا ان 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 انت انسها وقلنا الطول والوزن حوالي 164 ده الطول والوزن تقريبا 70 طيب المواصفات اللي احنا النهاردة بندور عليها في الشخص يعني مسلا سنه يتراوح من كامل كامل يعني من 40 47 48 بالكتير يعني ما يزيدش عن كده ما يزيدش عن 48 طيب تمام المؤهل الدراسي بالنسبة لك فارق يعني انت النهاردة ما شاء الله محامية ومعاكي شهادة عليا هل يطار بالنسبة لك لو حد النهاردة مستوى العلمي مش قوي شوي يعني معا مؤهل متوسط او فوق متوسط هل بالنسبة لك دواري ولا بتشترط ان الشخص يبقى مؤهل عالي لا لازم يكون مؤهل عالي هذا لازم يكون مؤهل عالي طيب احنا النهاردة عرفنا من شوية منك ان انت من سكان محافظة الجيزة هل يطار بالنسبة لك شرط الاقامة في الجيزة ولا ممكن يبقى الاقامة في اي محافظة محافظة في مصر لا يفضل يكون الاقامة في نفس المحافظة يعني من نفس المحافظة اه مش عايزة اقامة في اقاليم او اي محافظة تانية لا طيب يبقى القاهرة الكبرى طيب النهاردة في بعض الناس النهاردة زي ما قلنا من شوية مع الحالة اللي كانت قبل كده بتتكلم على حتة الزوجة التانية هل وارب بالنسبة لك وارب الزوجة التانية اه عايزي مفيش مانا مفيش مانا يعني احنا النهاردة مفتوح لنا اختيارات يعني اعزب مطلق ارمل مفيش مشكلة زوجة تانية مفيش مشكلة هل لو عنده اولاد بالنسبة لك ده وارد بالله يعني عايزي مفيش مشكلة برضو بس يعني لازم يكون برضو وضع يعني يكون وضع ميسور تمام اكيد احنا في ظل الظروف بقت صعبة يعني اللي هيقدر النهاردة يخش في فكرة الجواز ويفكر في الجواز لازم يكون قادر على المصاريف اللي احنا النهاردة عايشين فيها والغلال اللي احنا عايشين فيها طيب فيه اي ملاحظات تاني ليكي يعني حابة ان انت تذكريها كنا احنا بنتكلم مع بعض عليها اه مبارح زي حتة الشعر والحجاب اه هو انا مش هو حجابة وما فيش نية برضو للحجاب بعد الارتباط يعني تمام يعني انا ليه بسأل يعني على ستنى الوضع مفهوش تغيير يعني بعد الارتباط يعني طيب ده ليه بسأله عشان برضو انا عايز اوصل مشاهد كل اللي انت عايزاه وكل اللي انت بتدور عليه يعني انت النهاردة بتدوري معانا على حد يكون ميسوري الحال ده نمرة واحد سنه ما يزيتش عن 48 سنة وضع الزوجة التانية بالنسبة لك مفهوش مشكلة الاقامة بتاعتك هتبقى في القاهرة الكبرى بس صح كده؟ اه بس يكون سكن برضو في منطقة راقية ما يكونش سكن في مكان شعبي او كده اه طب انت من سكان ايه بالزبط مثلا في القاهرة الكبرى حي ايه او منطقة ايه؟ من مؤنسين من مؤنسين طيب عشان كده فهمت الهدف من الامر طيب في اي حاجة تانية حابة ننتضي فيها في مواصفات الشخص؟ طبعا الطول والوزن برضو يكون مناسب يعني مناسب شكلا يعني ام ايه تاني مسلا؟ يعني وسيم حلو يعني حد يكون مقبول الشكل يعني اه اه شكل اه مقبول اه شكل اه طيب الصفر خارج مصر بالنسبة لك ورد؟ والله ممكن يعني اروح وارجع لكن القامة دايما لا طيب انت عايش مع اسرتك النهاردة هل عدد الاسرة معاك مين متواجب معاك النهاردة في البيت عندك؟ مين الناس اللي موجودة معاك؟ والدك والدتك أخوك أختك؟ عدد الاسرة والدتي وأختي والدتك وأختك بس هم دول اللي موجودين معاك؟ اه تمام طيب فيه اي حاجة تانية حابة ان احنا نذكرها من مواصفات الشخص اللي احنا بندور عليه مع بعض؟ لا لا تمام انا طبعا بشكرك لاتصالك وبتمنى لك التوفيق وشكرا لك وشكرا لمداخلتك معنا مرسيليك زي ما سمعنا من شوية حالة تانية ايه؟ من ضمن الحالات اللي موجودة معنا طبعا انا بحكم ان انا الحالات اللي بتبقى موجودة معنا يا دي يا جماعة واللي انا النهاردة بتكلم معاها على الهوى ببقى عارف الشخصية عارف مين هو ده اللي انا بتكلم معي عارف حقيقة بياناته بيبقى كل حالة من الحالات اللي موجودة معايا دي ليها صورة بطاقة عندي ليها صورة شخصية ببقى عارف هي طلباتها ايه فعشان كده انا حتى بحاول لو لحظته مع بعض واحنا بنتكلم ان انا بذكرها بالطلبات اللي هي عايزاها واللي هي طلبها مني يعني من شوية هي الاخت بتتكلم معنا فبنتكلم ففكرتها بقصة الحجاب لان دي كانت عاملها لها مشكلة بعض الناس النهاردة عايز يبقى الزوجة مثلا حتى لو ما كانتش محجابة قبل الجواز بس يبقى فيه حجاب بعد الجواز وهي رفضة ان هي تتمثل للامر ده في الوقت الحالي فهي عايزة لما تاخد القرار ده تاخده عن نفسية رادية ما تبقاش الموضوع ان فيه حد بيكبرها على وضع الحجاب فعشان كده النهاردة انا لما بتكلم مع حالة من الحالات اللي بتبقى موجودة معايا ببقى عارف الحالة وببقى حافظ الحالة وعارف هي عايزة ايه دي برضو من ضمن الناس اللي النهاردة اتكلمنا معاها وهفكر برضو الناس معانا بالمجمل العام هي أنيسة وعندها 40 سنة وهي من محافظة للجهزة وزي ما ذكرنا مع بعض من شوية هي لسان سقوق هي محامية وعايزة حد يكون برضو مستوى العلمي بتاعه يكون مستوى عالي وفي نفس الوقت الحي اللي هي فيه والمكان اللي هي فيها مكان راقفة هي بتدور على حد ما يقلش مستوى اجتماعيا ولا مدييا عن الوضع اللي هي عليه طبعا هي ذكرت من شوية برضو ان هي معندهش مانع في حتة الزوجة التانية ان هي ممكن تقبل بوضع الزوجة التانية ممكن تقبل بأعزب مطلق أرمل وهي أنيسة وهي بتفتح الباب بحيث ان هي توسع لنفسها كم الاخترارات وكم الناس اللي ممكن تتقدم لها وزي ما قلنا من شوية إن هي برضو بتدور على حد يكون في نفس الوسط اللي هي القاهرة القبرى يعني هي مش هتقدر تروح الأقالي مش هتقدر تروح أي محافظة وجه إبلي وجه بحري أو أي مكان من أماكن هو كل ارتبطها كله بالمكان اللي هي النهاردة فيه لأن الأسرة والناس بطبيعة الحال ما بتقدرش تتفرق عن بعضها فحتى لما ماشي ما فيش مشكلة فالقصة كلها النهاردة اللي احنا عايزين نوصلها إن كل البيانات اللي بتبقى موجودة دي يا جماعة بتبقى موجودة معانا في قلب جريد الترتباط وأنا النهاردة إذا كنت بستعرض منها بعض الأجزاء عن طريق البرنامج فعشان أوصل الصورة الموجودة معايا في قلب الجريد بتاعتنا اللي احنا النهاردة بنبقى زي ما قلنا من شوية موجودة في كل محافظات مصر وسعرها زي ما قلنا هو 30 جنيه بيقدر يشتريها الشخص وبيبتدي بيها يتوصل للحالة اللي هو سمع بياناتها من خلال البرنامج وطبعا أنا بستفي بعض الناس من الحالات اللي بتبقى موجودة معايا ما بتبقاش هي دي كل الحالات فهو ده اللي احنا النهاردة عايزين نوصله عايزين نوصله للناس ان احنا النهاردة بنحاول نجدب من نفسنا في مداخلة تانية معانا تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اعرف السن قد ايه والحال الاجتماعية أنيسة ولا مطلقة او أرمالة أنيسة 27 سنة 27 سنة اه سهلا بيكي منين مجيدة تمام معاك مؤهل دراسي ايه بقى بكاليوز تجارة تمام في شغل او حاجة ولا او تمام يعني شغالة في الوقتي الحالي ايه طيب الطول والوزن في حدود قد ايه الطول مياه خلقه في طول والوزن في التين تمام زي الفل المواصفات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي اني انتي 27 سنة وانسها ومعاكي بكاليوز تجارة ومن الجيزة اه وطول احنا ذكرناه والوزن احنا ذكرناه نتكلم بقى عن مواصفات الراجل اللي احنا النهاردة بندور عليه يعني اه اول حاجة هل يطار النهاردة تقبلي بواحد يكون مطلق او ارمال او زوجة تانية اه لا اه لا اه لا اه لا اه لا اه لا طيب حتة زوجة تانية لا انما لو مطلق مفيش مشكلة اه طيب السن مسلا هيبقى في حدود قد ايه انتي قلت ان انت سنك حوالي 27 سنة اه تمام طيب السن بتاع الشخص اللي احنا بنتكلم عنه هيبقى في حدود قد ايه اه ما يعطيش السبعة يعني طعب السبعة تاثين او يعني كل مناسب السبعة تاثين يعني ما يزيدش عن عشر سنين فرق بينك وبينه اه طيب تمام انت النهاردة معاك مواهل عالي هل شرط بالنسبة لك الشخص اللي تقدملك لازم يكون برضو زيك مواهل عالي يفضل يعني يفضل انما لو هو النهاردة راجل معاه مواهل متوسط او فوق متوسط هتبقى بالنسبة لك دي فرقة لو فيه اه وضع مادي كويس معاه لو هو الحمدلله ما يصبح عنده شغل كويس هل يا طرى بالنسبة لك ده اه ممكن اه تتغاضي عن حتة ان هو يبقى مواهل عالي زيك او ممكن يعني ما فيش مشكلة طب تماما اه الحاجة التانية اللي عايز سألك عليها النهاردة انت قلتين ان انت محافظة الجيزة عندك استعداد اه للاقامة برا مصر او في اي محافظة محافظات مصر اه ياريت كوني زيزة او يعني طاهرة كده يعني طيب لو برا مصر لو حد النهاردة مسافر في اي دولة عربية من المصريين اللي موجودين موجودين برا مصر هل يا طرى بالنسبة لك ورد فكرة السفر طيب اي مواصفات تاني في الراجل اللي احنا بنتكلم عنه يعني لو معا اولاد بالنسبة لك النهاردة انت يعني ممكن تربي اولاده لو فيه مسلا حد مطلق او حد ارمل وعنده اولاده ولا حاجة زي كده اولاده موجودين معا هل يا طرى بالنسبة لك ده ورد وانتي انيسة ما سابقلكيش الجويس لا صعب هتبقى صعبة تماما طيب ايه تاني من المواصفات اللي انت النهاردة حبا ان انت تذكريها عن الراجل اللي احنا بندور عليه لا ما فيش حاجة زمانة يعني في بعض الناس تقول متدين حد يكون مصلي واحد مش مدخن واحد شكل وسيم واحد طويل واحد قصير واحد تخين يعني كده المواصفات اي حاجة شرجان تمام طيب عمتا انا شكرا لكم لاتصالك وبتمنى بإذن الله لك التوفيق وشكرا على ان انت كنت معانا دلوقتي على الهوى طبعا يا جماعة زي ما اتكلمنا من شوية مع الاخت هي عندها 27 سنة وهي من محافظة الجيزة وهي انيسة ما سبق لهاش الجواز وهي ما شاء الله معها مؤهل عالي وبتشتغل في مكان الحمد لله كويس وفي نفس الوقت ده تنوع للوضع اللي احنا دنهاردة بنتكلم عليه يعني الاتصال القابلي ده كان انيسة عندها 40 سنة وهي من الجيزة برضو والاتصال القابلي كان ارمالة من الدهلية وعندها 44 سنة واحدة دهلية اتنين جيزة واحدة ارمالة واحدة انيسة واحدة انيسة عندها 27 سنة واحدة انيسة عندها 40 سنة واحدة ارمالة عندها 44 سنة هو ده اللي احنا النهاردة عايزين باندردوا نوصلوا للمشاهد ان احنا النهاردة بيبقى موجود في قلب الجريدة ناس كتيرة جدا بمختلف اعمارها وبمختلف فئاتها اذا كان الحال الاجتماعي ان يسعى مطلقة ارمالها من محافظة الجيزة محافظة القاهرة محافظة الدهلية من اسكندرية من الوجه البحري الوجه الابلي ايا كان عندي ناس في كل مكان هو ده اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نساعد بين الناس ان احنا النهاردة بنجمع بيانات كتيرة جدا من خلال تواجدنا على قناة فضائية زي اللي احنا موجودين النهاردة معاكم وقفين دلوقتي وانتوا شايفيننا في كل محافظات مصر وبالتالي بنجمع كل البيانات دي وبننزلها في طبعة بتبايع في كل محافظة محافظات مصر وزي ما قلت من شوية ان الهدف من الامر ان انا النهاردة بحاول ان انا حل الازمة بتاعة الجواز من خلال الاعلان بشكل محترم ازاي ان احنا النهاردة لما بنيجي نذكر اي حالة من الحالات لا بقول اسم ولا بحط صورة ولا بحط عنوان انا بحط بيانات الشخصية زي ما سمعتوني كده وانا بتكلم مع الحالة بقول النهاردة شوية اسئلة بسيطة عشان اعرف بيها المشاهد وضعها ايه بعرف الناس النهاردة اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا ان دي انيسة بعرف الناس النهاردة هي من محافظة ايه بعرف الناس النهاردة هي طولها ووزنها ايه بعرف الناس النهاردة هي معاها مؤهل دراسة إيه بعرف الناس النهاردة هي تقبل بإيه هو ده الهدف من الفكرة اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نقدمه وبالتالي كل بيانات الناس اللي احنا النهاردة بنتكلم عليها دي بتبقى موجودة في قلب الجريدة وليه بنحطها في قلب جريدة بتبقى موجودة عشان خاطر بنساعد الناس في كل مكان ان هم يقدروا يوصلوا لبعض احنا دلوقتي بقينا عندنا في خجل كبير جدا بيبتدي يبقى قافل علينا شوية الوضع بتاعنا ان احنا نتكلم عن نفسنا او ندور عن رغبتنا في الجواز فاللي احنا بنعمله ده ان انا النهاردة بحاول قدر مستطاع ان انا بقى موجود في كل محافظة ايه ساعي كل واحد وكل واحدة في المحافظة اللي هي فيها عن احتياجها للامر اللي هي عايزها ورغبتها والامر اللي هي بتتمنى ومن هنا بنحاول قدر مستطاع ان احنا نبقى متواجدين مع الناس اللي عندها مشكلة معينة اللي هي مشكلة الجواز وده باب مهم جدا ناس كتيرة جدا سبقتنا فيه وناس كتيرة جدا اشتغلت فيه بس احنا بنحاول ان احنا نقدمه بشكل مختلف وهو ده الامر اللي احنا بنتكلم عليه شخص النهاردة بيشتري الجريدة بيلاقي فيها بيانات الشخصيات اللي بتبقى موجودة معنا بيبتدي يعرف نفسه بشكل محترم من خلال ان هو بيزبط بياناته بيزبط حقيق بياناته وبالتالي النهاردة لما بيبتدي يقول الكلام اللي فعلا بينطابق عليه الحالة ومع وجود اثبات رسمي عن طريق ان هو بيبعت صورة البطاقة بيبقى فيها كل البيانات دي فهو بيطم من الحالة فبتبتدي تتواصل معاه وتبتدي تشوف معانا مداخلة تانية تفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى وسلم بيكي نقدر نقول بقى أنيسة مطلقة أرمالة في الأول أنيسة أيه؟ أنيسة أنيسة كم سنة؟ 32 32 سنة تمام منين؟ محافظة ايه؟ حافظة القاهرة تمام نقدر نقول المؤهل الدراسي بتاعنا ايه؟ باكاريو تمام فيه شغل او حاجة؟ آآ لأ يعني ست بيت آآ أعلى 30 تمام احنا النهاردة نقدر نقول الوزن والطول؟ آآ الوزن ستين كيلو تمام وطولها مية وستين مية وستين تمام آآ النهاردة قلنا أن هي أنيسة و32 سنة وقلنا أن هي معها مؤهل عالي وقلنا مية وستين وحوالي 62 كيلو صح كده المظبوط الكلام اللي احنا دردشنا فيه مع بعض ده تمام وقلنا أن احنا محافظة الخير المواصفات اللي احنا بندور عليها ليكي للحالة اللي انت عايزاها ايه اللي بتدوري عليه؟ ميسور ومتدين حلوة قوي أن انت بتديت بكلمة ميسور دي دي عجبتني ليه بقى عشان نوصل للناس أن مش معنى أن النهاردة أن الناس اللي تبقى مشتركة معانا هتقبل بأي وضع هي عايزة النهاردة تعيش في مستوى كويس فعشان كده مع غلاء المعيشة اللي احنا النهاردة بنعيش فيه لازم أن الشخص اللي يتقدم يكون عنده الإمكانيات للإنفاق على الموضوع بتاع الجواز لأنه هو مكلف طيب تمام الحاجة التانية اللي احنا هنتكلم فيها السن بتاعه مثلا في حدود قد ايه؟ يعني في حدود مثلا بخمسة وتلاتين انت قلت ان انت تنين وتلاتين سنة افتح الباب لنفسك شوية ما تدقيقش الباب خلص خلص تلاتين يعني هو كده انت فتحتي قوي يعني؟ أرجعين سنة بيه طيب وعشان خطيرنا طيب تمام يعني لو قلنا حتى فرق في حدود مثلا عشر سنين بالنسبة لنا هتبقى يعني برضو في المجتمع اللي احنا فيه يبقى كويس يعني ولا ايه رأيك؟ أربعين خمسة واربعين في حدود زيان أربعين خمسة واربعين حلو قوي مية مية تمام المؤهل الدراسي بتاعنا اللي احنا عايزينه في الزوج هل شرط بالنسبة لك انه هو يكون معاه مؤهل عالي زيك؟ أوه عايزين مع مؤهل عالي طيب يعني لو رجل النهاردة ما يسور الحال ومعاه النهاردة مثلا شهادة متوسطة أو فوق متوسط هتفرق معاكي؟ ايه؟ لو هو النهاردة الرجل ميسور الحال كويس؟ وسن بتاعه كويس هل هتفرق معاكي معايا شهادة متوسطة أو فوق متوسط أو معايا مؤهل عالي؟ هتفرق معاكي دي في حاجة؟ لا مش هتفرق معايا طيب خلاص يبقى خلينا ايه مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالي تمام كده؟ ايه تمام احنا قلنا ان انت من محافظة القاهرة شرط بالنسبة لك الإقامة في القاهرة ولا ممكن تنتقل في أي مكان من محافظة بمصر لا في القاهرة في القاهرة بس طيب عدد الأسرة عندك قد مكونة من من إيه أب وأم وإخوات يعني إيه عدد أسرتك اللي موجودين معاك ومتعيشين معاك يعني أب وأم وإخوات يعني عدد الأخوات قد إيه مثلا كانت بنات وأخ وأم وابو يصف ربنا يخليهم لك طيب تمام أنت الكبيرة بتاعتهم ولا إيه المستوكي الترتيبي في العمر أنا الكبيرة بتاعتهم تمام في حد تاني برضو متواجد معانا ما سبقلوش الجواز طيب تمام مواصفات تاني حب أن أنت تذكرية هل تقبلي بوضع الزوجة التانية ولا شرط بالنسبة لك أعزب مطلق يعني إيه الوضع للاجتماعي اللي أنت عايزة في العريس اللي أنت بتدوري عليه شرط يكون عازب زيه ما سبقلوش الجواز طيب لو مطلق مثلا عسابين مثاله معهوش أولاد أو يعني هل بالنسبة لك وارد الوضع ده أنه هو يكون مطلق مثلا وما حصلش نصيف في الزيجة الأولانية ولا شرط بالنسبة لك أنه هو يكون أعزب لا شرط أنه هو يكون عزب أعزب زيه أعزب زيه والإقامة هتبقى زي ما قلنا في القاهرة الكبرى بس في القاهرة أو يكون إنسان وقيم يعني ويعني مقبول يعني تمام وفي أي اشتراطات تاني في الشخصية اللي إحنا عايزينها لا بس طيب زي ما احنا ما قلنا كده من شوية أن أنت من الجيزة آه سوري من القاهرة الكبرى وقلنا أن العمر بتاعك 32 سنة أنا براجع الكلام ده مع المشاهدين وبراجع معاك قلنا أن العمر 32 سنة وقلنا أن أنت معاك موهل عالي وقلنا أن أنت النهاردة من محافظ القاهرة وأن أنت بترغب في حد يكون أعزب فقط ما سبقلوش الجواز ويكون سنه معانا لحد حوالي 45 سنة صح كده تمام؟ أي وضع الزوجة التانية أو المطلق ده بالنسبة لك مرفوض أنت عايزة يكون ما سبقلوش الجواز بس أي بالضبط كده عايزون ما سبقش للزوجة طيب تمام في أي اشتراتات تاني في الشخص اللي أنت بتتمنيه مثلاً أو حاجة زي كده؟ لا بس كده يعني كل إنسان والسين متدين ميسور الحياة تمام تمام كنت هعيز أسأل على نقطة تانية برضو ساعات كتير الناس بتسألني فيها هل بيبقى فيه طلبات معينة من الدهب عدد معين من الجرمات هل بيبقى فيه مهر هل بيبقى فيه حاجات من هذا القبيل الناس بتبقى متخوفة ليه هل ليكوا طلبات بقيم كبيرة بقيمة مادية كبيرة ولا بالنسبة لكم الموضوع بيبقى محسوب إزاي؟ لا يعني يعني متوسط يعني مش قوي يعني مش عادي قوي يعني يعني مثلاً على سبيل المسال تقدري تقولي لي مثلاً حد من قرائبكم مثلاً حصلوا نصيبه وحصلوا ارتباط في الفترة اللي فاتت دي أو في الفترة اللي احنا متواجدين فيها جاب قدية مثلاً من الدهب أو دفع قدية مهر مثلاً أو فيه عمدينها بمليون جنيه جابولها طلب بمليون جنيه بس حما يعني طيب هو مليون جنيه كده ما فيش جواز يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي هتبقى صعبة بس يعني احنا عايزين يعني حد يكون الناس تقدر تعمل زي ما عمل حد من معرفكم فهو ده اللي انا بتكلم عليه والله عايزة وصال للمشاهدين انما هتقولي مليون جنيه المشاهدين معنا كده ان انت مش هتتجوزي ولا بعد عشرين سنة طيب عماتاً انا بشكرك وبشكرك لاتصالك وبتمنى لك بإذن الله التوفيق شكراً لك طبعاً يا جماعة احنا زي ما سمعنا من شوية الاخت هي عندها 32 سنة وهي من القاهرة الكبرى وهي مؤهل عالي وبترغب في حد يكون مناسب لها لان هي عايزة حد يكون اعزب ما سابقلوش الجواز سن بتاعه يكون في حدود 42 سنة يعني يا فوقها بحوالي عشر سنين يبقى من نفس المحافظة اللي هي منها اللي هي القاهرة الكبرى عشان تبقى قريبة من اهلها وده 99% من الناس بتختار الامر ده يعني صعب جداً ان تلاقي مثلاً واحدة من محافظة زي القاهرة او اسكندرية تغير الاقامة بتاعتها انما تلاقي سهل جداً من محافظات الاقاليم او من محافظات الصعيد ان واحدة تنقل وتعيش في القاهرة الكبرى والاسكندرية ليه لان هم خلاص يعني بيبقوا معروف عندنا والعرف تعرف عندنا في الزيجات اللي حصلت قبل كده ان الناس بتنتقل من العيشة الصعبة شوية او من العيشة الديقة شوية العيشة احسن فعشان كده ممكن تلاقي الناس بتنتقل من المحافظات ليه محافظة القاهرة الكبرى انما العكس بيبقى صعب جداً ان تلاقي حد ينتقل من محافظة الجيرة زي محافظة القاهرة او اسكندرية ويرضى ان هو يعيش مثلاً في اسوان او انا او حتى لو هتقوله مثلاً وجه بحري وجه قبلي اياً كان بتبقى صعب فهو ده اللي احنا عايزين برضو نوصله ان احنا النهاردة بيبقى الشخصيات اللي بتبقى موجودة معانا واللي احنا النهاردة بنصدفها وبنبتدي نعمل معه حوار عشان النهاردة المشاهد يبتدي يعرف حالتها فاحنا كده بنحاول قدر مستطاع ان احنا نوصل ان احنا الاختيارات اللي عندنا ايه يبقى عندنا كم كبير من الاختيارات في كل عدد متجدد وفي كل حلقة النهاردة بيجي لي ناس بتكلمني ناس بتشترك معي ناس ببتدي نزل بياناتها فمن هنا بيبقى عندي تجديد باستمرار في قلب الجريدة اللي احنا النهاردة بنترحها واحنا بنترحها يا جماعة عن طريق جريدة الجمهورية جريدة الجمهورية هو المعنى بتوزيع الجريدة بتاعتنا في كل محافظة بمصر فاحنا النهاردة بلفت نظر الناس ان اي حد من اي محافظة من محافظة بمصر بيقدر النهاردة يشترك معانا وبيقدر يلاقي فرصته اللي هو عايزها لما بيشترك معايا النهاردة ببتدي اجمع البيانات دي وبابتدي بعد كده برضو اوديها لأي حد في نفس المحافظة ويبتدي نهاردة يلاقي ناس في نفس المحافظة اللي هو فيها او في نفس المحافظة اللي هو بيتمنها لان موجود بياناته معانا في قلب جريدة ارتباط طبعا هي دي الفكرة البسيطة اللي احنا النهاردة بنحاول نعملها واللي احنا عايزين نبتدي نتحرر من القفلة بتاعتنا واللي الناس النهاردة تعودت عليها ان احنا النهاردة بنحاول نوصل صورة الناس اللي موجودة معانا والناس اللي اشتركت عندنا من خلال ان احنا النهاردة بنقدمهم في برنامج على قناة فضائية في ناس كتيرة جدا بتتبعهم عندهم نفس الرغبة في الامر اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه اللي هو فكرة الجواز ومن هنا بيبقى موجود اختيارات كتيرة في كل مكان ويقدر الراجل ان هو يلاقي الاختيارات دي موجودة في المحافظة بتاعته من غير ما يروح لمكتب ومن غير ما يروح لفلان او لعلان وبعض الناس تبتدي تتاجر به او النهاردة تبتدي تستغل احتياجه للامر ويبتدي يستغل ده في ان هو مثلا يطلع منه مبالغ مادية عن طريق الاشتراك طيب زي ما قلت كده وهعيد الفكرة بتاعتنا تانية ببساطة زي ما احنا ما اتكلمنا على الهوى مع الحالات اللي اتكلمنا معاها لا ذكرنا اسماء ولا قلنا عنوين ولا قلنا اي حاجة غير المواصفات العامة قلنا لكل حالة من الحالات بتاعتنا هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن انسة مطلقة ارمالة قلنا النهاردة سنها قلنا النهاردة طولها ووزنها قلنا مؤهل الدراسي بتاعها قلنا المحافظة اللي هي بتتبع ليها قلنا رغبتها في الجواز وقلنا النهاردة ان رقم تلفونها هيكون موجود معانا في قلب الجريدة بتاعتنا وهو ده الهدف من الأمر اللي حابب أنه هو النهاردة بيشترك معنا بيبتدي النهاردة بيبعات لي صورة بطاقته وصورة شخصية وبيبقى فيه اشتراك مادي بيدفعه وبالتالي بيبتدي أنه أنا حافظ على الناس دي وبتبقى موجودة معايا باستمرار في كل طبعة لحد ما يلاقي الوسيلة اللي هو بيدور عليها والشخصية اللي هو بيتمنىها هيا دي الفكرة اللي احنا النهاردة بنحاول أن احنا نترحها وإحنا الحمد لله زي ما قلت من شوية بنحاول قدر مستطاع نكون صدقين مع المشاهد في كل اللي احنا بنقدمه فأنا النهاردة كنت صادق في أننا النهاردة بقدم حالات موجودة بالفعل موجودة عندي مشتركة معايا والنهاردة سمعنا بعض الحالات منها واتكلمنا معايا على الهوى عشان أوصل المصدقية اللي أنا النهاردة بتكلم مع الناس اللي النهاردة بتتبعني هو ده الهدف اللي أنا عايز أوصله عايز أوصل أننا النهاردة بقدم حاجة محترمة حاجة صادقة بقول بيانات ناس حقيقية لناس بجد عايزها تتجاوز اللي عايز تتجاوز هيلاقي الفرص موجودة في كل مكان دي بعض الحالات اللي احنا النهاردة كلمنا عنها مش كل الحالات انما الحمد لله عندنا بفضل وجودنا في المكان اللي احنا النهاردة فيه ناس كديرة جدا في كل محافظات مصر وفي كل مختلف الاعمار وكان معانا من شوية اخت كانت ارمالة وكانت من الدهالية وكان معانا من شوية انسة وكانت من الجيزة وكان معانا أخت تاني كانت برضو من الجيزة كان عندها حوالي 27 والأولانية كان عندها 40 سنة وكان معايا برضو أخت تانية من القاهرة وكانت أنيسة وعندها 32 سنة ودي الحالات اللي احنا النهاردة بحاول ان انا وصلها ان انا ما بتقيتش بحالة معينة ما بتقيتش بوضع معين انا النهاردة عندي ناس بيبتدي أعمارهم من 19 سنة لحد 50 سنة ده بالنسبة للسيادات فبيبتدي النهاردة عندي ناس موجودة من محافظات كتيرة جدا عندي ناس من سهاجة عندي ناس من إنا عندي ناس من الوادي الجديد عندي ناس النهاردة من اسكندرية عندي ناس من طنطة عندي ناس من كل مكان ليه الناس دي بتلجأ لنا؟ عشان احنا النهاردة موجودين على خنافة فضائية بنحاول نقدم المعلومة بتاعتنا بشكل محترم بشكل صادق من خلال ان احنا النهاردة بنستعرض الناس اللي بتبقى موجودة معانا الناس النهاردة بتسمع صوتهم بتعرف بياناتهم بنبتدي نحط كل ده قدام المشاهد وبنبتدي نديله الفرصة أن يبعد عن استغلال الناس اللي النهاردة بتستغل احتياج الناس للجواز عن طريق المكاتب وعن طريق الطرق التانية زي قصة الخطبة فهي دي القصة اللي احنا النهاردة حاولنا نقدمها في الساعة دي وأتمنى أن احنا كنا ضيف خفيف على كل المشاهدين وعلى كل المتابعين وأتمنى التوفيق لكل الناس اللي كانوا بتتبعنا وكانوا بتشاهدنا شكرا ليكم وشكرا للحسن استماعكم السلام عليكم